اليوم الأخير في العراق لتقديم الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية انتخابات شهدت تراجعا كبيرا لبعض الجهات الموالية لإيران وخصوصا تحالف الفتح التابع لفصائل الحشد الشعبي في هذه الأجواء المشحونة انتخابيا يحذر رئيس الحكومة من محاولة الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات فما السيناريوهات المرجحة عراقيا وكيف يؤثر ذلك على التوازنات القائمة ومساعي تشكيل الحكومة معنا الآن من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي دكتور علاوي مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار ما الذي يخشاه رئيس الحكومة عندما يطلق مثل هذا التصليح يريد الاحتجاجات أن تبقى ضمن الإطار القانوني هل لديكم خشية من أن يكون هناك ربما نوايا مخططات للقيام بأمور خارج هذا الإطار لا أكيد السيد رئيس الوزراء هو حريص أن يكمل العملية الانتخابية بنجاحها بانتهاء بقضية الطعون التي تقدم من القوى السياسية العراقية وأن تأخذ المسار القانوني بدل التصريحات الإعلامية التي تظهر هنا وهناك وبالتالي المفوضية العلية المستقلة للانتخابات اليوم تشير من خلال ناطقيها الرسميين كذلك إلى أنها استقبلت الطعون والطعون هي تتجه نحو النتائج لا يوجد نالك الطعون باتجاه التزوير أو كذلك التلاعب بالنتاج وهذا تطور نوعي يحسب للمفوضية العلية المستقلة للانتخابات وكذلك العملية الانتخابية التي ساعدت الحكومة العراقية لمساعدة المفوضية العلية المستقلة للانتخابات بإجرائها وكذلك لأول مرة مثلما تحدث كذلك سيد رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء كان حريض جدا على نجاح حتى أنه لم يترشح إلى الانتخابات وهذا دلال على نزاهته وكذلك قدرته للاستجابة إلى مستقبل البلاد وتطلعات الشعب العراقي لم نسمع كثيرا كلمة تزوير دكتور حسين للإنصاف في هذه الاحتجاجات ولكن سمعنا الكثير من الاحتجاج حول مسألة الأعطال التي أصابت الكثير من هذه الأجهزة أجهزة التصويت لأن البعض يقول هناك حوالي ثلاثة ألاف جهاز تعطلت لساعات عديدة وهذا من شأنه أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج الانتخابات ما رأيك في ذلك؟ لا بالعكس نسبة هذه المحطات أو صناديق المحطات حقيقة هي نسبة قليلة مقارنة بالنجاح الكبير الذي كان على كل المحافظات العراقية والدوائر الثلاثة واثمانية التي شاركت بها المفوضية العلية المستقلة للانتخابات بإدارتها نتوقع أن الآن العدوى الفرز الذي تقوم بالمفوضية العلية المستقلة للانتخابات يجري بسلاسة وبمراقبة الرقابة الدولية وكذلك المراقبين من القوى السياسية العراقية وكذلك وسائل الإعلام التي تزود بين الحين والآخر بالتطورات التي تظهر وكذلك تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية العلية المستقلة للانتخابات وبالتالي هناك شفافية عالية جدا مقارنة بالانتخابات السابقة لعام 2018 وهذا تطور نوعي يحسب حقيقة للحكومة التي أصرت منذ اليوم الأول أن تجري انتخابات حرة ونزيهة وكذلك المفوضية العلية المستقلة للانتخابات التي نجحت في إدارتها في ظل ظرف وتحدي صعب جدا مرة على العراق لكن الآن نلاحظ أن هناك نعم بيانات تظهر للقوى السياسية لكن هذه البيانات هي بشأن النتائج ليس أكثر طيب الآن تبدأ مرحلة جديدة دكتور حسين مرحلة لا تقل أهمية وربما البعض يقول هي مرحلة الجائزة الكبرى تشكيل الحكومة وهذه التحالفات وهذه البزارات والمفاوضات التي تجري بين القوى والتيارات المختلفة لمحاولة تشكيل الحكومة كيف تبدو الصورة فيما يتعلق بهذا الموضوع وأود أن أسألك أيضا عن سيد الكاظمي هل لديه أي نواية مستقبلية بحسب معلوماتك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد ربما هذه الانتخابات لأن الانتخابات كانت مهمة أساسية من مهماته طبعا ممكن هذا السؤال يجيب عليه السيد رئيس وزراءة بصورة مباشرة لكن بالمقابل السيد رئيس وزراءة قد عمل بجد خلال الـ 15 شهر الماضية هو أدار تصميم العملية الانتخابية والشراكة مع المفوضية العلية المستقلة للانتخابات حافظ كذلك على السلم الأهلي والاستقرار الاقتصاد الذي كان هو التحدي الأكبر والذي واجه مشاكل كبيرة بسبب انهيار أسعار النفط كذلك بالمقابل مطاردة فلول التنظيم الإرهابي داعش ولاحظنا أنه بالتزامن مع الانتخابات كان هناك هدف كبير جدا حققه جهاز المخابرات الوطني بالسيطرة على نائب الخليفة الإرهابي وكذلك بالمقابل المسار الآخر هو مواجهة كورونا والاستجابة للمطالب والخدمات الأساسية للمجتمع نتوقع أن الرئيس الكاظمي قد حقق الكثير حقيقة باتجاه دارتي للحكومة العراقية وأعطى كذلك تطور كبير في العلاقات الخارجية لاحظنا تطور كبير في العلاقات العراقية الأقليمية وهذا بالتالي يحسب له في إدارتي للمرحلة الحالية وكذلك بالمقابل الطاقة التي ينظر لها كورو السياسية باحترام شكرا لك الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي كان معنا من بغداد